الثاني من الغايات المهمة جداً صناعة القيمة الحياتية اليوم نحن نستذكر بعض الذين قضوا و غادروا هذه الحياة نحن نستذكر الناس الذين عملوا و الناس الذين قدموا و الناس الذين كان لهم إسهام في أرض الواقع و كان لهم أثر نعم كان لهم أثر و الأثر ما جم فراغ جاء من خلال كد و كدح و تعب و نصب حتى وصلوا إلى هذا الأثر الجيد فالقيمة الحياتية هي نتاج العمل الأمر الآخر علاج المشكلات و التخلص من التحديات و رد من الفجوات المجتمعية هذا ترى ما يجل بالعمل يعني المجتمعات التي نهضت و أصبحت يعني يشار لها بالبنان ما نهضت إلا من خلال عمل أبنائها يذكرون الناس الذين يتكلموا عن تاريخ اليابان بعد سقوط القنبل على ناجزاكي في الحرب العالمية الثانية يتكلمون عن كيف أن المجتمع تحمل مسؤولية إعادة بناء و إعمار وطنهم اليابان و كيف أن الأمهات كانوا يتكلموا مع أبنائهم أن هذا دوركم و مسؤوليتكم و واجبكم أن نعيد بناء الوطن و أصبح اليابان هو اليابان اليوم قل مثل هذا على ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية و مواطن كثيرة المملكة اليوم فضل الله نعيش هبة كبيرة من أبنائها و بناتها اللي يصنعون الآن وجس جديد و يعيدون إعمار المملكة و يصنعون إبداعات في كل مكان العام المشترك ترى بأنه استشعار المسؤولية استشعار المسؤولية استشعار المسؤولية الملقات على كهل كل واحد منه و هذا اللي يميز الناس اللي يصنعون أوطانهم و الناس الذين هم عالة على أوطانهم يعني هناك بعض الأوطان بدون أن نسميها مليئة بالثروات و الخيرات مليئة مليئة لكن الإنسان في هذه البلاد لأسف عديم الإحساس بالمسؤولية لم يضرب على صدره و يتحمل مسؤولية وطنه و يبدأ يعمل على إنشاء و بناء مجد لوطنه فالعمل نحن نحتاجه لأنه يصنع مجد و خير و نجاح و يردم الفجوات و الاحتياجات اللي يعاني منها مجتمعنا